اشتركوا في القناة وحسب لتسيير اعمال كافة المؤسسات التجارية والمصرفية وتمكينها من القيام بمهامها وانشطتها التجارية والمالية بكل سهولة وتيسير تدفق المساعدات والسلع والتحويلات لكافة ابلاء الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية دون اي انتقاص والتعامل مع كافة التحديات بالصورة اللازمة اكد خبراء اقتصادون ان لجوء الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن الى اغلاق شركات ومحلات الصرافة ويقاف انشطتها يعكس حالة التخبض وغياب الرؤية الصحيحة وقال الخبراء ان انقاذ العملة الوطنية يحتاج الى تحرك حقيقي ومعالجة واقعية لأسباب انهيارها بدلا من الحلول التلقيعية التي لا ترقى الى مستوى المسؤولية تجاه المواطنين الاكثر تضرران من هذا الوضع المتردية وطالب الخبراء الحكومة الى تحامل مسؤولياتها التاريخية تجاه الاقتصاد والعملة الوطنية ووضع استراتيجية اقتصادية فائلة تتمكن من خلالها عملية الانتشال والانقاذ الاقتصاد الوطني والعملة على حد سوى يأتي هذا في وقت ان عود الريال يمني حداره بشكل كبير امام الدولار وتجاوز سقف 800 ريال في عدن بعد ايام من تحسنه بشكل ضفيف حذر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابعة للممتحدة اوتشا من استمرار التساع الفجوة بين سعر الغذاء والقدرة الشرائي للمواطنين في اليمن وكشف المكتب ان الزيادة في اسعار الغذاء تزيد من خطر المجاعة لملايين اليمنيين في الاشهر القليلة المقبلة وارتفعت اسعار السلع الغذائية الى ارقام قياسية خلال سنوات الحرب الست بالتوازي مع التدهو للحاد للعملة الوطنية وهو ما ينعكس سلبا على عجز الاغلبية من اليمنين عن الشراء نتيجة عدم مصادر الدخل وتراكم الديون وانقطاع من رتبات الموظفين منذ اكثر من اربع سنوات افتتح محافظ شبوة محمد بن عديو المرحلة الاولى لمشروع ميناء جينال النفطي بمديرية رضوم على بحر العرب والبارغ تكلفته 100 مليون دولار وتشين عملية تفريغ اول الشحنة النفطية الواصلة الى الميناء المقدرة بنحو 17 الف طن من مادة الديزل وتشمل المرحلة الاولى التي تنفذها شركة QYZ توفير خزانات عائمة لمشتقات نفطية وتأمين احتياجات المحافظة منها واخيرا وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة سيمينس الالمانية لتنفيذ منظومة متكامل قضاء الكهربائي السري الذي سيربط العين السخنة بمدينة العالمين الجديدة مرورا بالعاصمة الادارية الجديدة بتكلفته 23 مليار دولار على ان يبدأ التنفيذ الفوري للمشروع ويبلغ طول مشروع القضاء الكهربائي السريع العين السخنة العالمين 460 كيلومتر ويشمل 15 محطة فيما تصل السرعة تصميم القضاء الى 250 كيلومتر في الساعة اشتركوا في القناة